كما عرف عنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية وهو يدأب على لم شمل الفرقاء ويجمعهم حول طاولة العراق التي أصر أن تكون عراقية خالصة بعيدا عن أي مسميات ضيقة أخرى من أربيل عاصمة إقليم كردستان الرئيس برهم صالح حاملا معه مبادرة لحلحلة المشاكل وترسبات الأزمات العالقة في طريق العلاقات بين بغداد وأربيل من جهة وبين الأحزاب الكردستانية الكردستانية من جهة ثانية كثرت التأويلات وتنوعت التكهنات حول مضامين زيارة الرئيس صالح إلى أربيل والملفات التي يحملها معه والخبر اليقين في بيان رئاسة الإقليم الذي أشار إلى أن رئيس الإقليم نيجر فان البارزاني بحث مع رئيس الجمهورية برهم صالح آخر التطورات والمتغيرات على الساحة السياسية في العراق وكردستان وعلى وجه الخصوص الانتخابات المبكرة وكيفية تهيئة الأرضية المناسبة لإجرائها بطريقة تضمن مصالح جميع مكونات العراق بمن فيها الإقليم من ناحية والتشديد على ضرورة تخطي وتجاوز الخلافات والحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية من ناحية ثانية جانب آخر مما جرى على طاولة أربيل تكشف عنه تغريدة لرئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني والذي ذكر فيها أنه ناقش مع صالح قانون الموازنة وضرورة حل المشاكل ضمن الإطار الدستوري وتأكيد ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني بدوره كشف عن جزء من أحجية الزيارة التاريخية حين غرد قائلا أدعم بقوة توجهات الرئيس صالح بخصوص وحدة الصف في كردستان وبغداد من خلال الحوار المباشر والصريح متابعون يقرؤون زيارة الرئيس برهم صالح إلى أربيل من جانبين مختلفين الأول إصراره على ضرورة إيجاد حلول لأية أزمة قديمة كانت أم جديدة بين بغداد وأربيل وفق الدستور والثاني النضوج الفكري والصبر والحنكة في التعامل مع الأزمات لدى القيادات الشبابية في إقليم كردستان ويستمر الرئيس برهم صالح في البحث عن العصى السحرية التي ستلتهم في النهاية عصية المارقين والفاسدين وصناء الفتنة في العراق وستتيح للعراقيين العيش بسلام فهل سيهتدي إليها؟